السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة كلام الشيخ الجهري يتحقق من جديد أحداث تطورات خطيرة جدا حدثت في الساعات القليلة الماضية ولكن كالعادة لا يتم القاء الضوء عليها إلا على سبيل خبر إعلامي عابر يعدي والناس مش واغدى بلها هل من الممكن أن يتحقق الحدث الكبير اللي أخبر عنه الشيخ الجهري عما قريب وهل سنرى الشيخ الجهري من جديد يعود إلى الأضواء تعالوا في هذه الحلقة في مدة دقائق بإذن الله نتكلم عن ما حدث في الساعات القليلة الماضية طبعا كلنا عارفين أن الشيخ الجهري له السبق في الكلام عن أحداث كبيرة ستقع على أرض لبنان وعلى أرض سوريا وأنا دائما أقول أننا أتفق معاه في هذا التوقع أو في هذا الكلام في جزئية كبيرة وأختلف معه في جزئية يعني برضو لا تقل أهمية إيه اللي أنا باتفق معاه وإيه اللي أنا بختلف معاه تعالوا نسمع ونفكركم لمدة ثواني قال إيه الشيخ الجهري عن الحدث الكبير ونعود إليكم بكلام مهم جدا جدا ستقومون بالهجوم على لبنان ثم توسعون الهجوم ليشمل سوريا ثم يعم المنطقة وستصل دباباتكم إلى غوطة دمشق سيكون ذلك وقت الضحى فلا يأتي آخر ذلك النهار إلا وقد احترقت دولتكم وزالت عن الوجود وقولي هذا دليله شيء واحد فقط هو تحققه ووقوعه والخبر ما سنراه لا ما نسمع لقد جاء ذكر أرشليم في سفر زكريا الإصحاح الرابع عشر يقول لحمهم يذوب وهم واقفون على أقدامه وعيونهم تذوب في أوقابها ولسانهم يذوب في فمهم وأما للعرب فأقول زي ما فكرناكم بالكلام اللي قاله الشيخ الجوهري أقول لكم الكلام اللي أتفق معاه فيه واللي أختلف معاه فيه أول حاجة أتفق معاه بقوة عن أن الحدث وهو نزول البعدة أرض لبنان ومن سما سوريا ده أمر أنا بعتبر أنه سيحدث عاجلا أم آجلا هيحصل بإذن الله هيحصل لابد أن يتحققوا ده بسميه بأطلق عليه معركة من معارك إنهاك القوة قبيل ظهور المهدي لكن الشيء اللي بختلف معاه فيه إن من اعتقادات الشيخ الجوهري إن البعدة هيتم هلكهم وزوالهم بسبب هذا الحدث أنا بقول لك لا كل الكلام ده بنعتبره هيتهده المهابة إنجاز التعبير بتاع المهابة يعني القوة يعني الوهمية اللي هما بيصدروها للشعوب بتاع السايكس بيكو اللي حواليهم هتقلوا هتنكشف بسبب هذه الحادثة أو هذا الحدث الكبير لكن لن يقضي عليهم إلا المهدي ولن يدليهم عن أرض فلسطين إلا الإمام المهدي ده بس نقطة إيه نقطة الخلاف وعايز أقول لكم كمان هو كمان في هذه الجزية لم يوضح يعني الرجل تكلم بهذا الكلام ثم آثر عدم الظهور والاختفاء ولم يوضح وجهة نظره ممكن يكون كلامه متفق معنا إن المهدي هو اللي هيقضي على إيه على البعدة تعرفين كلكم مين البعدة إيه اللي حصل بقى من ساعات تابع الحلقة الغاية من أولها لآخرها اللي حصل من ساعات إيه إن لازم تعرف إن طبعا كلام الشيخ الجهري خلاص قال هذه النبوءة وهذا التوقع منه لكن كيف سيتم استدراج البعدة اليهود هيتم استدراجهم إزاي للنزول للبنان ومن ثم إلى سوريا أنا أقول لك بقى السيناريو ركز معايا قوي في هذا الكلام لأن أنا بكمل لك الكلام اللي ممكن الشيخ الجواري ملحقش إن هو يقوله لك وآثر الاختفاء اللي هيسحب اليهود إلى أرض لبنان هو الشخص اللي بيظهر قصدكم ده شايفينه حسن نصر الله هذا الرجل هو ده اللي هيقوم باستفزاز البعدة وهيخشه أرض لبنان وحاجة على أرض الواقع أنت لازم تشوفها أن لبنان أقوى قوة فيها يا حزب الله ملناش دعوة بقى سنة وشيعة ما تدخلناش في الحكاية دي ملناش في الموضوع ده أنا بكلمك بقولك واقع أن دول أقوى ناس ومدعومين من إيران وحاجة معروفة لازم تعرف أنه سيتم استفزاز الجانب اليهودي بقوة علشان خاطر يدخل ويستدرج إلى هذا المستنقع وهيتم خد بقى الكلام الجديد اللي أنا بقوله لك هيتم ضربه بأسلحة غير تقليدية وده كلام النبوءة اللي هي في سفر زكريا فتزوب لحومهم في عظامهم هو ده معناه ده مش هيحصل إلا إما يضربه بنووي بأسلحة غير تقليدية بكماوي حاجة زي كده وهيبقى فضيحة كبيرة جدا للايه للبعد فتكر كلامي جيدا وهتتوسع سوريا طيب في الوقت بتاع سوريا ده إما هيتم إما هيتم الضربات هتجيلهم من سوريا هل سيكون في ذلك الوقت ظهر السوفياني ركز قوي ده كلام مش هتسمعه صدقني ما هتسمعه في أي حتة تانية هل هيكون ظهر السوفياني وارد جدا جدا يعني الأمر قريب جدا الأمر قريب آه قريب جدا جدا والخبر اللي بيظهر أصدنا والأنا أخرته لك اللي كان من ساعات إن وزير إسرائيلي في مجلس الأمن بيقول نصر الله سيتلقى ضربة لن تقارن بحرب لبنان الثانية ضربة كبيرة جدا عرفت زي أنا ببرهنهو على كلامي اللي هيتم استفزاز الجانب اليهودي هو حزب الله وهما اللي هيخشوا وطبعا في الوقت ده هيبقى كمين كبير جدا جدا عليهم وهينسب هذا النصر في ذلك التوقيت لمين لن ينسب لسنة ولا شيعة لأن أنا بلحق لن ينسب لحزب الله لأنهم إيه لأنهم شيعة ولن ينسب إلى سنة هيتقال في الوقت ده اللي لبنان وسوريا ضربت البعدة هيتقال كده وفتكر كلامي ومحدش هيجيب سيرة سنة ولا شيعة في ذلك التوقيت كمان عايز أختم وأقول أن الوزير ده قال كان عندي مية وخمسين ساروخ مش مستخدمين عايز أن نضربهم على لبنان فطبعا هذه التصريحات تصريحات واضحة جدا أن الأجواء غير طبيعية ومتوترة بقوة وطبعا من آخر ليه سوريا طيب هتخش لو تسألني أقول لك لأنهم يضربوهم الآن السواريخ بتاعت إسرائيل بتضرب في مناطق في سوريا ففي طار وفي بيوت بتقع والمشاهد يعني غير متاحة وإنتوا عارفين ليه أن هي غير متاحة بارك الله فيكم أيها الأحباب يعني كانت هذه إطلالة سريعة عشان الفايدة تعم على الجميع مش عايز أن أنا أطول وأنشر هذه الحلقة بقوة على جميع المنصات واضغط على زر إعجاب لايك عشان نوصل الكلام المهم جدا ده لأوسع شريحة من الناس سلام الله عليكم ورحمته وبركاته